موقع دويتشفيل الألماني المعروف اختصاراً بـ DW نشر تقرير لمعهد روبرت كوخ أن 85% من الألمان بيعانوا من ألام الظهر خلال حياتهم وأن التقرير لم يفرق بين الرجال والنساء في الإصابة فالجميع معرض للألام وحسب العديد من مؤسسات التأمين الصحي في أوروبا التعرض لألام الظهر يتسبب في العجزة عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به وأورد الموقع بعض الأعراض اللي سماها أعراض خفية لأن المواطن العادي ما بيدركش بيها أنه مصاب بمشاكل الانزلاق الغضروفي زي عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز وزي الألم في الذراعين أو القدمين تأثر القدرة الجنسية وأخيراً الشعور ببرودة في بعض مناطق الجسم أهلاً بكم نهاردة حوار ممتع ومسهير في عالم طبعاً جراحات البخ والأعصاب لكن خلينا أقول لكم أنه الإنسان بيتهور كثيراً جداً على نفسه وساعات بيرتاكل في حق نفسه الجرائب قد لا تختفق ساعات الجريمة تبقى جريمة جريمة وراجريمة وراجريمة على مدار العمر وساعات تبقى الجريمة كبيرة مرة واحدة كرسى يعني اللي هو بقى تهور فصياً فتعالوا نشوف المثل اللي ما بيكتبش اللي هيتهور هيتعور تعالوا نشوف مع بعض كده إزاي ممكن اللي يتهور يتعور أنا مثلاً ده جنون يعني فكرة استعراض القوة ده حاجة عظيمة جداً وطبعاً الفوق مبتسم قوي سعيد يعني اللحظة صعبة جداً إن الوعد يتعرض غضروفه إلى مشكلة زي دي أؤكد تاني القوة في العضلاتها ممكن تكون قوية لكن الغضروف تحت ما بيزدش قوته من إنسان الإنسان مفيش تمرين للغضروف مفيش تمرين هيحصل كسر هيحصل إنزالها قضروف يعني الشخص ده أنا نفسي نتابع الناس دول بس سبعاً تبعيتهم صعبة جداً جداً نتابع ونشوف الغضري في شكلها يبقى عامل زي ركبهم هيبقى شكلها عامل زي معتاً فترة بنلاقي عمضهم الفقري في حالة سيئة للغاية أنا في رأيي أن السوشيال ميديا خليت ناس كتير تتخور قوي وتعبر عن نفسها أو مش عايز أقول بن قصين عن يعني أكيد في حاجة نفسية لازم تتراجع لازم نروح بالناس دي للطب النفسي اللي هي الناس اللي شوينج قوي اللي بتعمل تحورات خطيني الرجل الأخير ده لازم يروح يعني حد يشوف الموضوع إيه علاقة أنا بتبتشير حديد يا عامل بس يشيره بطريقة كويسة لكن اللي انت عامله ده ده شوينج طبعاً شوينج جداً يعني النهاردة لقاء ممتع للغاية مع ضيف العزيزة القيمة الألمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحة المقوة العصابة اللي بساعدني بحواره الممتع دائماً أساس الدكتور محمد صديقي هو دي إزاي ميز إن هذا الألم ليس ألم حضرات ألم بدأ يسمع في إيديك ومعاه تلنيله معاه خدلان إلحق ده غضروف أكثر من 80% من غضروف رئابتك حصل فيها تلم وتيجي تقول لأسليسة حصلاً مهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف أتعالك في ناس تبدأ شكوتهم الأولى اللي بيجي لهم رعشة في رجلهم الدولة بتأدمي العلم بتأدمي العلم بيحطي لحلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها تمن ضعر ما بيغفرش اللي هتعمله في ضعر وانت صغير هتدفع تمن وانت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما تحصلش معجزات ده علم بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغداريب في أولها بيجي بالعلم الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الانزلاق الغدروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية ديف العزيز القرمة العمال الكبيرة رسول الدكتور محمد صديق هويدي سعيد جداً بتلابيتك الدعوة وشرفت الدكتور كالعادة وتساعدنا بحوارك دائماً ربنا خليك دكتور محمد كتير خيراً عايز أبدأ الأول بيعني الناس اللي هما عندهم قوة عضليات كبيرة هل عمودهم الفقرية بيكون قوي أو بقعنا صح غضرفهم بتكون مختلفة على غضرف الإنسان البشري لا خالص هو الحقيقة هو التركيب بتاع العمود الفقري عند الناس كلها قريباً بعضه يعني هو الاختلاف بس في الجنس إن العمود الفقر عند الستات بيبقى أصغر شوية وأضعف من الرجالة لكن لو جينا خدنا صانف الرجالة كلهم أو صانف السيدات كلهم بتلاقي العمود الفقري تركيبه كله قريباً بعضه هو الاختلاف في القوة العضلية المحيطة بالعمود الفقري يعني دايماً بنقول العمود الفقري واحد لكن في واحد العضلة بتاعته بتبقى ضعيفة بتلاقيه رفايع كده وصفيف خالص وده ما يقدر شيل عشرة كيلو طيب الرجل اللي بيشيل 150 كيلو 120 كيلو 130 كيلو الشلل العربية الوينشي ده ده وينش ده تسميه وينشي بشري بس بدفع التمن غيري أكيد لأنه ومعية مش رياضية أساساً هم الرياضيين الحقيقة بيعرفوا يعني هم بيتعلم إزاي يرفع وإزاي يعتمد على قوة العضلة مش قوة العمود الفقري يعني فضعيات معينة فضعيات معينة بطريقة معينة وزاوية ارتقاء معينة هو كده بيحمل عمود الفقري بس اللي زي ده مش عارف كده اللي زي ده هو بيشيل وظهره متني الظهر المتني ده فيه تحميل على عمود الفقري ودي للأسف الشديد ديت الستايل بتاعنا في حياتنا كلنا يعني انت زي ما حالك كنت بتقول ان احنا بندفع التمن مش كده وبتقول ان فيه ناس بتتهور انا ساعات بقول انه مش تهور هو ده استايل اف لايف يعني هو طبيعة حياته كلها ماشية بهذا الشكل وهذا السيكونس اللي ساعات كتيرة جدا انه هو بيبقى يعني ضحيته مش هو الساب فيه يعني فيه طبيعة عمل يعني احنا عندنا الراجل الفلاح لطول يوم وطي او ست البيت اللي طول يوم بتشتغل وبتشيل وبتوطي وبترفع وتعمل عمرها ما تاخد وضعية مظبوطة الراجل اللي هو في المصلع او العامل البنى او المهندس حتى او الموظف اللي في المكتب يعني عندك موظف بنك بيقعد مثلا 8 ساعات في اليوم قاعدة مكتبية ممكن تبقى متواصل وقاعد طول الوقت كده ومتني بهذا الشكل طب ايه الصحة في العمود الفقري احضر الحركة الناس لازم تهتم ايه الوضعيات المزبوطة وتتعلم قوة العمود الفقري بتيجي من العضلة احنا بنحمل عمود الفقري علشان يكمل معانا لان في وقت ملاق وقت هيبدأ يشتكل عمود الفقري ولما بيشتكل عمود الفقري بقى بتبقى ده المشاكل الحقية اللي احنا كمان بناخر الترجمة بتاعتها يعني اللي كان عنده شوية واجع وعايش بياخد مسكنات وشوية ادوية ودهانات وكريمات وقربة مية وحد بيدلكله والعادات اللي انت حرك عارفها بقى لأ ده انا بنام واجيب حد ينطله على ظهري ده انا بنام واجيب الواد الصغير المتاخ تاخدأ عدو واخد برحرك اللي بيشد الرقبة اللي بيمط الرقبة اللي بيروح يعمل يقول لك ده انا روحت بقى وإيه وشدني من درعاتي من رقبتي من ظهري ما كل الكلام ده كله في بعض الناس اه بيريحهم لكن المشكلة موجودة يعني ما فيش علم في الموضوع لكن لو الامور مشت بشكل عيم لا طبعا الموضوع بتغير تمام في الشرياني التجاهة المقار يعني او كتير من الكتب كتب ان الشرياني التجاهة بتاع الانسان المصري مختلف شوية او العربي عن الشرياني التجاهة بتوع اوروبا وامريكا هل العمود الفقري بتاع الانسان المصري اختلف عن العمود الفقري بتاع او العربي او طبعا طبعا لان هي قصة اجناس لانه هما لما قسموا الناس يعني ريسس يعني الناس اللي هما الصمر والطوال بتوع وسط افريقيا او جنوب افريقيا ده بيبقى عمود الفقر طويل جدا ومفروض والعضلات بتاعت وقد شكله معي المجموعة بقى بتاعتنا احنا طلعنا من القرعة اللي هو العمود الفقر دايما على ده بيبقى صاير وفيه انحناء زيادة جدا في الفقرات القطنية يعني أسفل الظهر دايما بيبقى فيه زيادة في الانحناء بتاعه مش واخد الستريت لاين بتاعه والكيرف دايما بيقى فيه كيرف كده اللي بنسميه اللامبر ليرودوزز ده ده مفروض بيقى كيرف خفيف فتلاقيهم حتى في الأوروبيين وبتاع تلاقي ماشي مفروض احنا عندنا لأ تلاقي ماشي كده لأن تركيب العمود الفقري مختلف شوية الحاجة التانية احنا عندنا الوزن بتاعنا بيبقى زيادة يعني هنا نسبة السمنة والأوبستي عندنا زيادة وأكتر فيه السيدات أكتر من الرجال الحاجة التانية طبيعة العمل عندنا بتختلف يعني متعاملش بشكل علمي يعني ده بنتكلم عن العمود الفقر العمود الفقر عنده كل الناس قريب من بعض الفقرات القطنية هم خمس فقرات اللي في النص اللي أزرق ده اللي في النص اللي ما بينهم ده بنسميه الغدروف الغدروف ده وسادة يعني هي مخدة أو زي كاوتشا بتحمي الفقرات أنها تخبط في بعضها ويمنع الاحتكاك يعني لو عندي الإزاز والترابيزة بنحط كاوتشا عشان ما يخبطش فيه الفقرات كده العضم نفسه لو جاه على بعضه بيعمل احتكاك ويعمل تأكل في العضم اللي ما بين الفقرات وبعضها اللي خارج اللونه أصفر ده ده اسمه العصب اللي أزرق ده اسمه الغضروف الغضروف مكون من حاجة زي كاوتشا من بره ومادة جيلاتينية جميلة جدا من جوه اللي احنا بنسميها نيوكلس النيوكلس دي أو النواة بتاعت الغضروف هي مادة زي الجيلي كده تخيل جبنة جيلي وحطناها في كابسولة أو في بلونة وبتاع بتضغط عليه بيروحوا ييجي معك بيدي الفقرات الحركة بتاعته يسمح باللمحناء يسمح بالتاني وبالفرد والكلام ده كله المهم ان احنا نحافظ عليه لان اديت القناهة الصغيرة أو الفتحة دي اللي عاملة زي مفتاح الباب كده دي اللي بيخرج منها العصب ودي بالزبط في التشريح أو التكوين بتاعها خلف الغضروف طيب الغضروف ده ربنا خلقوا علشان يبقى زي القرص طيب لو حضرات دغطوا جامد هيفلطح اكتر يفرد اكتر يتمدد اكتر اول ما هيرجع المكان الوحيد اللي فاضي عنده من وراء هو المكان اللي هو القناة العصبية اللي هي هنا اللي بيخرج منها العصب ده اللي بيخرج منها العصب الترف اول ما ده يلمس العصب ده خلنا بقى في مشكلة الاول يعمل شوية تنميل خدلان زي كهربا لمسة كهربا كده في الرجل ها ممكن مع المجهود الزيادة او المشي الكتير يعمل شوية حرقان في الرجل او قلم طيب نمنا ريحنا خلاص بقى العمود الفقري مجرد ما ياخدوا الوضع القفقي بقى بتاعه الغضروف ده حجمه معادش في ضغط هنا على الفقرات حجمه هيقل هيكش هينكمش هيبعد عن العصب لما بيبدأ العصب بيبدأ القلم والالارم بتاعنا والانزار بتاع القلم بتاعنا بيقل طيب هو الغضروف ده بيفضل سليم كده ما حلسه بنقوله الشيل التقيل والوزن الزيادة وطبيعة العمل المناخبطة والاصابة المتكررة في الغضروف بتحول الغضروف بيبدأ يتآكل الاطار الخارجي لما يتآكل الاطار الخارجي بتاعه يبدأ المادة الداخلية ديت هتخرج هتخرج تروح فين هي لها اماكن ضعيفة معينة يعني الضعف بتاعها دايما متركز في المنطقة اللي هي حوالين مخرج العصب من هنا بالزبط وفي النص فلو خرجت وطلعت على النص قدامنا هنا ما يسمى الضفيرة العصبية أو الحبل الشوك في الرقبة طب لو جات في الجنب ده بنسميه الأعصاب الترفية اللي هي دي ده اللي احنا بقى بنطلق عليه لو هو في الظهر بنسميه عرق النسا بنسميه في الرقبة اللي هي باخدها في العصب اللي بنسميه الزين دي اللي هو باخد الكتف ونزل في الدراع يوصل للصوابع الصغير اللي جنبه اللي جنبه على حسب بقى العصب مين المتقصر بتبدأ بتنميل وكهرباء وخدلان وتقل بعد شوية الوجع بقى مستمر بعد شوية النوم بقى كبوس لو انا نايم ورقابتي متنية مش قادرة نايم ففي ناس بيوصل لمرحلة ان النوم بالنسبة لهم عذاب يعني لو نام بيتعزم طب الغضروف لما تآكل خرج برا دي الأشعة بقى دي اللي بيجينا لما بيجينا المريض بشكوته يقول لك أنا عندي ألم في الرقابتي وبيسمع في كتفي بينزل في دراعي أو بيعمل له صداع أو بيعمل له دوخة أو بيعمل له دوار وبقالي سنين على هذا الكلام اللي ماشي في اللص زي الحبل الطويل ده ده اللي بنسميه الحبل الشاوك وده أخطر ما في الموضوع بقى الحبل الشاوك ده نسيج مكمل لنسيج المخ لأنه هو مرتبط بجزع المخ وجزع المخ ده اللي بيفسوله عن المخ الغضروف لما يبقى بالحجم ده ويخرج بهذا الشكل جوه القناة العصبية اللي هي القطر بتاعها لا يتعدى 18 ملي يعني سنطية وثمانية من عشرة وتبدأ من سنطية وثمانية من عشرة ده لما يعدي نص القناة العصبية ويعدي هو معدي فيه ده ده راشئ في الحبل الشاوك ضغط جوه الحبل الشاوك وهو دي المشكلة علشان كده أنا عندي الحبل الشاوك ده ضعيف جدا يعني هو يتحمل الألم في الأول لكن ما يتحملش الضغط ده المستمر هنا برضو الفقرات العنقية شوف الغضروف خرج بقى دي الكتلة البيضة اللي هيت زي الأنبوبة اللي ماشية بتاع الحبل الشاوك جات في النص هنا وديقت جدا وتقفلت لماذا؟ لأن في ضغط هنا على العصب الغضروف لما بيضغط على العصب بيعمل حاكتين بيقلل الدورة الدموية اللي دخلها للحبل الشاوكي يعني هنا غضروف اتنين الفقرة المكتوب عليها 4, 5, 6 شوف الغضروف ما بين 5 و 6 عام زي بلونة على فكرة احنا اللي كاتبين عليها في الأشعة احنا اللي كاتبين علشان نبين يعني الفقرة ما بين 5 و 6 غضروف كبير جدا الستة والسابة غضروف كبير جدا الرابعة والخمسة غضروف بادئ يكبر نهمله نكمل مسكنات وكلام من ده او من غير حتى المسكنات يبدأ يجيب غضروف فيه وغضروف تحتيه فدخلنا في غضروف متعدد يعني عند بدل غضروف اتنين تلاتة ساعات بقى الاصابات الغريبة اللي بتحصل في الفقرات العنقية لان فقرات العنقية فقرات ضعيفة جدا يعني تركيب الرقبة لما نشوف تركيب الفقرات العنقية فقرات صغيرة والغضروف بتاعتها صغيرة وبتتحرك كتير فلنسبة الاصابة بتاعتها علي واحد زي كتير فقرة مكسورة شوف حركة الفقرة مكسورة كأن الرقبة انت قطمتها الرقبة دي مكسورة اتحركت لقدام خدت الحبل الشوكي وقطعته يعني ضغطت عليه فعصت الحبل الشوكي ما بين الفقرات وبعدها ده جه من ايه بقى فرمالة صغيرة في العربية والعربية ماشية بتجري او مطب جامد او فجأة استضام او بقى اللي بنعمله طرقعت الرقبة اللي هو ما يسمى بقى الطب العربي والبديل والكلام ده كله تعال ما تقطقل رقبتك ده بيحصل وبنشوف وشوفنا منه حالة كتير جدا مجرد معا ما التق تلاقي فيه كهربة ضربت في الادين خلاص والادين اتشنجت وبتاعه ومش قادر تحرك دخلنا فيه ما يسمى شالة رباعي شالة رباعي اه شالة رباعي رقبة بتجيب شالة رباعي حبل الشوكي واحنا ساعات يعني المسميات دي بتضيقنا شوية بيجيب ضعف بيجيب تقل وهي الستوري احنا جبناها من وراء لقدام لأ ناخدها من قدام لوراء بقى يعني هو الالم اللي عندي ده ده انذار ده الارم بيقولك خلي بالك ان الحبل الشوكي فيه مشكلة جي نعم وهو نعمة وعادي تقولي الالم نعمة قوله قال انه الارم الالم نعمة هو ده جهاز الانذار اللي بيقولك تعالى ندور على المشكلة في ناس بتنخدع بقى بشكل رئيب جدا انها عايز اتعالج بس شوية الالم ده بس اعرف انام خد شوية العلاج مسكن مضادل تهبات كورتزون مخدرات مش عارف ايه وانحنا النهاردة معظم الادوية بتاعت دي بقى تدخل في جداول المخدرات دلوقتي بالزبط لانك ناس ادمنتها بشكل كبير جدا طب لما يبقى واحدة عنده غضروف اتنين ده مش منظر رائبة طبع ايه ابدا استحالة يعني شوفوا المنظر الرائبة طب ازاي ده سيبنا نفسنا لحد ما وصلنا لهذا الكلام هي ما بتبدأش كده استحالة تبدأ هي بتبدأ بغضروف واحد مع الاهمال وحنا ناس ابطال قوي ونستنى وتسمع بقى الكلام ده انا بقى لعشرين سنة باشتكي بس يعني كان كلام طب امال حضرة جاي ليه النهاردة هي بقى لخمسة يام ما بعرفش انام وكأن القصة هي لخمسة يام دولة بس لان لازم احل فيهم المشكلة بسببهم يعني لكن الباجراوند بتاعي ان انا عندي قصة بقى لها سنين شغالة معي طيب هل الحلول بقى هنا بتبقى قريبة كلها من بعضها او شبيها ببعضها يعني اللي عنده غضروف حصل الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات زي اللي من سنة زي اللي من عشر سنة زي اللي من عشر سنة زي اللي من عشرين سنة الموضوع مختلف تمام طيب هل النتيجة نفسها طيب الجالي واحد كان عنده غضروف من سنة والتان من عشرين سنة والتان من خمش سنة وعملت لهم عمليات هل النتيجة كلهم زي بعض لا استحالة بس الحالة فيه تمام بيتدفع والحقيقة برضو احنا ما بنا عندناش تقبل قصة ان يبقى فيه ايه اصل عملية مش هتديك الحلول النهائية في واحد عايز يسمع العملية هتديك نتيجة 100% الحقيقة هذا الكلام غير حقيقي وما بيحصلش لازم هيفضل معاك بعد العملية شوية ألم او شوية واجع او شوية ضعف يترتب على اللي كان موجود ما قبل العملية انت سبته قد ايه ما انت ربيته امتى بدأت تتحرك لجاءة الحل بالزبط يعني زي منقول كده العفريتي اللي طالعي عليك ده انت اللي مربيه ما انت اللي محضره من زمان فماش ينصرف كده بسهول فالحدوتة ببساطة جدا ان كل ما نلجأ للحلول العلمية الطبية وعند حد متخصص في جراحات العمود الفقري وفي كتير متخصصين وكلهم شطر وكلهم حلوين لكن الحدوتة ان احنا لازم نسمع الكلام مش ان انا اقول لك تعال انحل المشكلة مش وقت بس علاج يماشي الموضوع هتاخد علاج هيماشي الموضوع من عند او من عند غير يهيماشي الموضوع لكن التمن حدرق بتدفعه لما يحصل ضمور في العصب وتلاقي ايديك بدأت تخس مش قادر امسك الكباية ايديك بتتريعش وامسك المعلاقة بتوقع مني ست بيت تجيل تقول لي ده ان السكينة قطعت ايديك لي يا ماما اصيب امسك السكينة بتفلت الكبايات ده طاقم الكبايات والكسات اللي عندها بوز كسر كل ما تشيل اللي بتاع ايديها مش قادر تشيل بيقع منها حقيقي ويبقى هو ده الحاجة الوحيدة اللي خالتها تنتبه الناس اللي بيقوم منهم عنده اصدع رهيب جدا وارقابته واجعاه وكتافه واجعاه ومنميله ومش قادر يحرك ايديه ولا اكتافه ونقعد نجري فيه مسكنات ومراهم ودهنات وكلام منه طب هل المشكلة احنا حلناها طيب هل الغضاريف دي يم بتيجي كده في يوم وليلة لا لها مقدمات الالم بدأ الغضاريف يلمس العصب طب ما في مراحل لو جيت بدري عند الدكتور المنتخصص هيقدر يساعدك في الحل 80% من الغضاريف بتتعالج علاج دوائي وبتخف بندخل معاها شوية علاج طبيعي بندخل معاها إلبس رقبة بندخل معاها إلبس حزام بنقول كلام من ده تمرينات وبنعلمه ازاي يقعده ازاي يتحرك بس مش دايما الناس بتسمع هزا الكلام طيب هو بالـ 80% دول احنا اتفقنا بتوع من اللي جايين بدري مش اللي بقاله 15 و20 سنة طب انت النهاردة لما تجيلي بعد 15 و20 سنة وعنده غضاريف زي اللي شوفناه في الأشعاعات ديان كبيرة وضخمة وضغطة على الحبل الشوكي وبدأ اي حصل دمر في الحبل الشوكي هو الحبل الشوكي ده هتسيب الضغط ده عليه طب ما انت خسرت الرقبة خطيرة لان الحركة شوف الحركة بتاعة الرقبة سبحان الله بتتحرك في كل الاتجاهات الازرق ده الغضروف اللي خارج منه لونه اصفر ده العصب لونها بيش دي نديت الفقرات نفسها العظم بتاعها بس مش بالحجم الكبير قوي ده احنا مكبرين الحجم بس هي الفقرات لها حكام يعني 2.5 سنتي و3 سنتي حسن حجم الانسان بالزبط كم طيب ده تكون الغضروف بقى ها الجزء اللي شوفناه ازرق ده ده هو ده الغضروف اخرج منه العصب العصب اللي جنب الغضروف ده عصب حسي اللي ورده اللي عم زي حرف واي اللي قدامه ده عصب حركي عشان كده الناس اللي قد تحس بالقلم بعدش هتقولك انه ادايا بدأت تضعف ادايا بدأت تخس ما عادش بقى ده رمسي ما هو ربنا اداك الفرصة واداك العصب اللي يستحمل هو عصب الاحساس ها سبتو لحد معدة وقال عند لحظة واصعب لحظة بيمروا بقى البناء ادم بقى اللي هو يقولك انه الحمد للصحية النهاردة مش حاس باي وجع العصب الحسي خلاص فصل مات ده داخل على العصب الحركي بقى العصب الحركي مالوش ايه مالوش الارمينج مالوش الارمينج بقى كل الارم بتاعه والانذار بتاعه انذار الضرف انت قطعت الانذار من زماني يبدأ يحصل الضعف العضلات تبدأ تضعف كتفي مش عارف ارفعه الاشارب مش عارف اربطه الطرحة مش عارفة حطها البادلة مش عارفة لبسها المعلاقة مش عارفة مسك كل دي ترجمها اصلي هي ما بيجيش على الشاشة كده خلي بالك عضلاتك ضعفة لا هي فيه اعراض بين ترجمها الى المرض العرض بتاع بدأ يحصل الضعف طيب انا مش قادر ده انا كنت بطلع عصري مش قادر اطلعها رجلية بتترعش ده انا بقى في رجلية بتتهز اخد برحالة كل دي اعراض على مشاكلنا في الرقب والرقبة ما تتسبش حقيقة يعني دايما الرقبة دي لازم نهتم جدا بها لان مشاكلها ممكن تترك فينا اصر التكنولوجيا خدم دخلت المجال الخاص بجراحات المخ والاعصاب بشكل قوي جدا جدا وخدمت جراحات الرقبة يمكن بشكل اكبر لان جراحات الرقبة لوقت معين كانت فيها صعوبات معين في ابراء الجراحات تمام ايه ايه التكنولوجيا تطورت في الفترة الاخيرة ايه الاجهزة للعب الدور في انها تخلي العملية اكثر امانا رقم واحد رقم اتنين الريكوفري تايم بتاعها افضل هو حصل طفرة الحقيقة لان احنا كنا عارفين وكنا بنتكلم وكنا بنتعامل مع الناس كالقاتي ها اللي دايما بيعمل عملية في الانزلاق الغضروف العنقي او في الرقبة النص هيطلع بيتحرك والنص بيطلع مشلول كان ده البزلاين وهو ما تزال هزي هي الفكرة السائدة عند الناس يعني حتى لو طلعوا بتحرك عنده اعاقة ولسه هيكمل عليك طبيعا وكانت هزي حقائق لان كنا زمان التدخلات بتاعتنا كانت غير النهاردة لما دخلت التكنولوجي العالي بدأ يوجد لي امكانية وجود كاميرا ان انا صور بيها وتكبر لي الصورة صغيرة جدا حجمها كده شوف الموبايل بتاعك الكاميرا قدي كده بتجيب صور ازاي عامل ازاي هزي التكنولوجي بقى اكثر دقة في الطب الالات المستخدمة يعني كنا زمان ما كانش عندنا في الرقبة غير حاجتين احنا نفتح من وراء ونشير العظم بتاع الرقبة ده ونوسع وساعات بقى نوصل بسلوكه بتاع عشان نربطها ببعضها سلوك وير وير زي اللي بنربط به الحاجات ببعضها كده الكلام ده تغير تماما فيه جراحات من القديمة لسه مكملة معانا اه لها حالتها يعني فيه حالات معينة بتتطلب من الجراحات القديمة دي ومتازن موجودة لكن 95% من الجراحات النهاردة بتتم يا اما باستخدام المناظير يا اما باستخدام الميكروسكوب الجراحي وبندخل معاها بقى الشغل المايكرو سيرجوري الجراحة الميكروسكوبية مع استخدامات الليزر مع استخدامات مقاييس الكهرباء في العصب ما كناس زمان بيبقى عندنا تقدير وانا جوا العملية ايه اللي بيحصل في العصب وانا شغال النهاردة بقى فيه اجهزة بنوصلها ها بنوصل فوق هنا ونوصل في الاطراف في الايدين وفي الرجلين وانا شغال بيديني خلي بالك ده انت قربت من العصب خلي بالك اسمها اجهزة حس كهربائي احنا كنا زمان نعمل عملية ونستنى بقى بعد العملية نشوفه هيتحرك ولما تحركش لأ ده وانا شغال النهاردة في العملية انا عارف انه هو ممكن نتحرك ولما تحركش او لو فيه مشكلة ليه الالارم بتاعي موجود والبرامتر زون زي جهاز رسم القلب كده ما بيصور لك الصورة عندي السنسورز دين هي اجهزة بنسمى الحس الكهربائي ومونترينج بتقيم الموضوع استخدام الغضريف كنا زمان نشل الغضروف ونحط عضم العضم ده كنا ناخده من الحوض او من الرجلة او من الفاخد نكسر عضم او من الضلع وبنحطها نحشرها ما بين مكان الغضروف ده 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 لما تقدمنا شوية وبدأنا ندخل من قدام وكان الدخول من الامام هنا خطر جدا انت عندك هنا الشريان الرئيس اللي بيغزي المخ شريان وعندك هنا القصبة الهوائية ووراها الاسفجس المريء ولوعية اللينفوية والعضلات الدنيا مقادة هنا جدا في التركيب لما مع التقدم من خلاص السكة دي كلها من خمس دقائق بنبقى من هنا بنوصل لجوه حتى في وجود غضة درقية دي كده حتى بندخل من تحتها وبنعدي الموضوع بقى سهل جدا ولكن هي عمليات كبيرة ما نستصغرهاش يعني حبنا نقول نتاجة تحسنت مش لان العملات سهلة لا لان التكنولوجي بقى عالي فبالتالي الامكانيات لازم تكون متوفرة عشان احصل على هزي النتائج ما ناخدهاش مسلمات علشان النتائج بقت حلوة يبقى العملية سهلة لا مش سهلة ده عمليه معقدة جدا وصعبة جدا وكبيرة جدا وعلى حبل الشوكي تعاملنا على حبل الشوكي ولما بندخل النهاردة جوه احنا بنشيل الغدروف طب وبعد ما شلنا الغدروف ده فيه زوايض عظمية وتكلوسات كتعاملة زي السكينة اللي ضغطة على العصب او ضغطة ودخل على الحبل الشوكي ما دي لازم نشيلها ازاي فيها عندنا اجهزة بقى عارف زي الدريل بتاع الاسنان كده ساعات بنشيلها بالدريل ساعات نفتتها النهاردة احدث منه شوية بالتكسير بالليزر ساعات نشيلها باجهزة دقيقة جدا زي معالي وحاجات زي كده هي بتبقى زايد زايد كالسيوم كالسيوم كده اهو تكلوسات بس اللي شفت بقت زايد القصة كلها ودقة الموضوع ازاي تتعامل بها لان ديت هي اكتر حاجة ضغطة على الحبل الشوكي فلما تدخل بقى في العملية العملية هنا بتختلف قد نصل الى مرحلة الاستبدال يعني عايزة استبدلها شيء طبعا النهاردة طالما الغدروف بقى تالف الزوايدة الزوايدة مش هرشرة اللي عاملة زي البوزة دي كده شايف البوزة دين دي هنا قدام برا ورا المريق على طول في زيها جوه بس انا مش اقدر اوصل لجوه الا مشيه للبرا ده دي البداية بتاعت ببدأ احدد الفقرات وتحت جهاز الاشياء ببقى عارف ان داخل فين بركب ها جهاز كده ان انا اقدر علشان هركب مسامير افتح بيها وابعد بيها الفقرات عن بعضها دي بداية الكلام بقى ادي اول مصمار واده تاني مصمار بنركبه نبدأ نجهز حاجة بنسميه مبعد الفقرات ها هو ان هيركب ركبنا مبعد الفقر نبدأ نفتح بقى الفقرات عن بعضها نوسع المسافة جديني البراح اللي هو هخلاص بقى هدخل على السكة بتاعتي قدامي غضروف قدامي تكلسات عظمية وراي على طول الحبل الشوك انا هنا وصلت لجوه خالص شلت الزواد العظمية هو بعد كده هنعمل ايه احنا لازم نركب حاجة المسافة للفضل يديكم لا لازم نحط حاجة كنا زمان بنسم عظم حيطة عظم عشان تلحم العظم ببعض وتبقى الفقرات كده لا دلوقتي بقى فيه حاجات تانية بنسميها تركيبات التركيبات دي بقى مختلفة واشكال والوان وموديلات غضروف صناعي بنسميه بديل الغضروف ها يدخل بقى فيه منه حاجات سبتة فيه منه حاجات بتركب بالشرايح فيه حاجات بتركب بالمصامير فيه حاجات بتركب بالبنز ترشأ في العظم نفسه فوق وتحت فيه حاجات متحركة فيه حاجات قطعة واحدة فيه حاجات قطعة حاجات كتيرة جدا مهم وبتختلف فقى العملية وبتختلف النتائجها على حسب احنا بنحط مهم وخلي بالك لان دي تركيبات ففيه منها الرديق جدا والبسيط قوي العادي والتجاري ده وفيه منها حاجات كويس زي بالزبط في العربية انت ممكن تجي فرد الكويتش تمانها مية جنيه وفيه فرد تمانها خمس تلاف جنيه ايه الفرق الاستخدام مين هيقعد ومين هيعيش ومين بيعمل مشاكل في الجسم يقام حاجات ركبت وشلناها لانها عملت مضاعفات تسبب تأكل في العظم تسبب تفاعل في الجسم تتخلي الجسم يرفضها والجسم لو رفضها خلاص يبقى نازم حركة حيل للموضوع عايز بقى يعني اقول لك انه اكتر حاجات دلوقتي ناس بيش تشكي منها دي اكتر كمان من فقرات العنقية فقرات القطنية فقرات القطنية من اشهر المشاكل اللي بتأثر فيه الانسان المصري تحديدا ظهر الانسان المصري مش لخير الناس بتشيل غلط الناس بتقعد غلط حتة عرق الناسة دي اشهر مرض على الاطلاق ما هو معنى عرق الناسة هو عرق النسة هو اللي احنا بنسميه علميا ان فيه ألم بيمتد من الفخد بيسمع في الرجل اخذ برحلة اي ألم هيمتد من الفخد من فوق من عند الهانش كده ويدرب في الرجل يوصل لحد الرجبة يوصل لحد الكعب يوصل لصوابع الرجل ده اللي احنا بنسميه ألم عرق النسة عرق النسة ده اللي هو بنسميه سياتيك نورف اللي هو العصب الوركي اللي هو جاي من الفقرات القطنية اللي هي من اول فقرة الاول لحد الخامسة والمجموعة العجزية اول ثلاث فقرات عجزية. في ضفيرة عصبية بتطلع. الضفيرة دي بتبقى موجودة اساسا دي الفقرات القطنية. بتبقى موجودة اساسا هنا في جدار البطن في تجويف البطن في المنطقة دي. العصاب دي كلها ما بتبقاش ماشية لوحدها كده. دي بتتجمع مع بعض زي سلوك اللي بتبقى في البيت كده ده ما تيجي تشوف كابله بيطلع منه بتفرق منه سلوك. دي الفغد من وراء على منطقة الهانش من الخلف. يسمع يغزي الرجل وعضلات الرجل. هزا هو اللي بنسمي العصب الوركي او الفغزي. وعرق النسم. القصة بتاعتنا في الفقرات القطنية ما هي دي اللي شايلة الليلة كلها. يعني هي دي الاساس بتاعنا. لان هي اول فقرة قطنية تحت اسمها الخامسة. وبعدها ديول اسمهم الفقرات العجزية. الفقرات العجزية كانوا الاول ربنا خلاهم كانوا منفصلين عن بعض. وفي تكوينهم في الجانين بيبقوا منفصلين عن بعض. اول مع الولادة تبدأ الفقرات تلحم في بعضها وتلتقم علشان لما ييجي الطفل يمشي يبقى دولة هما اللي شايلين الدنيا كلها. ويبدأ يكمل الحوض بتاعنا بعد متين تانيين بحيث يدي الدايرة بتاعته الحوض. وهنا مفصل خطير جدا اللي احنا بنسميه المفصل بتاع السكروئيليك اللي هو بتاع عزمة الفغد. تمام؟ هذا المفصل اللي هنا لما بيبقى فيه تحميل بقشيل حاجة تقيلة ده بينقل الحركة على الحوض ينزل هنا على العضمتين بتوع الفاخد والرجل تشيل. عملية توزيع يعني ربنا خلقها سبحان الله بحكمة فظيعة جدا وترتيب جميل جدا. العضم الواحده ما يمشينيش. لكن اللي يمشين العضم اللي مع العصب ما هو العصب ده اللي هيدي قوة للعضلة. والعضلة بقى هي اللي هتبدأ تشغل الجسم انه هو ازاي يتحرك وازاي ياخد الوردر والامر ويبدأ ينفزه. طيب الغضروف اللي هنا ده. لما حضرك انت يا مسلا واحد وزن وزيادة. او واحد بيشيل كتير. او ست بيت بتشيل على راسها. او واحدة طول اليوم وقفة وقعدة تشيل من هنا وتشيل من هنا. واحنا عندنا طبعا العادات السيئة في الشيل والحط والكلام ده كله زي ما اتفقنا انها موجودة. وفي ناس يعني بتستعرض نفسها يروح والجم الشباب الصغير. ودي اكبر حاجة وانا بوجه رسالة. للصغيرين اللي بيروحوا عايزين يلعب رياضة رياضة جميلة. بس الرياضة مش شيل حديد. اه الرياضة مش شيل حديد. شيل حديد ده المحترفين. الرياضة الرياضة دي عايزة فتنس. الرياضة هي الفتنس. يعني خلانا اتكلم اللي بنسميه اللياقة البدنية. انا عايز احسن اللياقة البدنية بتاعتها. اعمل شيء كويس في العضلة. اقول العضلة مش انان رايح انتع. واشيل خمسين كيلو سبعين كيلو. وزود حجم العضلات جدا. تلاقي بقى جانوا حاجتين. الغضروف كبر. فلد. ضغط على العصب. عمل قلم. تلاقي الفقرة تكسرت او تشارخت. الفقرة بتتكسر او بتتكسر. ودلوقتي بتتكسر بسهولة جدا. ليه? العمود الفقرة والعضم بتاعه بقى ضعيف. يعني عندنا احنا النهاردة لما باجي بعمل عملية لمريضة عنده سبعين سنة. او خمسة وستين سنة. واحد عنده تمنتاشر سنة. العضم بتاعه بطمنتاشر ده زي البسكوين. البشة طول اليوم الببس والمياه الغازية والحاجات اللي هي الفوارة دي كلها. الحوادق المخللات الحاجات المحفوظة. الاكل الفست فوز ده كله بيضعف العضم. بيسبب مشاكل. بيضعف العمود الفقر. يجي العضم بقى بقى ضعيف مجرد ما تيجي تحمل عليه ما عادش هيشيل. يبدأ يحصل الانهيار. العمود الفقر بتاعنا زي ما اتفقنا انه مكون من مجموعات. القطنية دي مهمة جدا. لان دولها هم خمس فقرات. رجبين تحت على العجزية زي ما قدامنا في الصورة. والعجزية دي بتكمل في الحود. الفقرة القطنية هي اكبر فقرة في العمود الفقري. تتحمل عن العنقية اه لانها اقوى واكبر. والغضروف بتاعها حجمه اكبر. طب لما الغضروف ده بقى يشيل فوق الطاقة بتاعته. ها? زي واحد مثلا بيشتال رفع اسقال شل الاسمان مش عارف ايه. او وقعة بطريقة رأسية. يعني ايه تحميل رأس على عمود الفقر ايه. مشهورة جدا في سيدات البيوت. وهي بتشتغل في البيت مش عارف ايه وقعة السيراميك. الزحلات. اه. الزحلات في الحمام. الزحلات في المطبخ. الزحلات على السلالم. كلام ده كل. المطبات الجميلة اللي احنا عاديين بندب بمطب بطير في الهوى انزل. اه. النازلة دي كلها ممكن تجيب الفقرة تتكسر او تتشرخ او الغضروف ينفجر او يفرع. الغضروف ده مسؤول عن الحركة في الفقرات دي. دي اسمها الفقرات القطنية بتتحرك. مانا بوطي بصلي بركع بسجد باعد. العصب نايم وراء الغضروف على طول زي ما احنا بنتكلم معارفين العصب دلوقتي. طيب الغضروف ده لما يكبر ويتمدد اول حاجة هيلمسها هو العصب. جدين الاعراض اللي بنسميها في الاول بقعر انه سبع. شوية قلم. تنميل. خدلان. حرقان. فقد اه بيوجع. اه ده انا مش حاسة فيه. ده منمل. ده الهدوم بتضيقني وانا لابسها. بتنزل لحد تحت عند الرجل من تحت. توصل لمشت الرجل. واخدى الصوابع الصغيرة اللي برا. لا ده واخدى الصابع الكبير. ساعات بنوصل للكهرامة. ساعات بنوصل ان انا تعوجتي كده مش عارفة تعدل بقى. مبارة عام العيانة مع وجهة كده. ستين درجة العمود الفقر جاي كده. على جمد. ليه? عشان غضروف قد كده. ومتعدد الفقرات والدنيا بايزة معها خلص. طب ليه نسيب نفسنا لما نوصل. بتحاول تبعد عن مكان القلب. اصلا انت لما بتتني كده عايز تفتح بس الفقرة عن الفقرة تبعدها. عشان العمود الفقر كده. عشان العصب ده مخنوق. عشان العصب. هو مخنوق العصب. الغضروف خرج برا. بير الاكشن ده. ما هو ده بيحصل. لازم الجسم بيعمل كده. بيوصل لمرحلة ان فيه واحد بيبقى مش عارف يتقلب على السرير. مش عارف ينام اصلا. لو جي يرفع رجله هم عشر درجات ويصوت بعدها. مم. واخد بالحركة. اللي اختبار. لزاوية عشرة كده. عندنا اختبار بنعمله دايما. طب نم على بطنك كده وحاول تهمه بوسطك. خلاص بقى تعرف ان العصب مخنوق. مجرد ما انك مش قادر تعمل ده. لها العصب معناها مضغوط. طيب نم على ظهرك وحاول ترفع الرجل. بنسميها زاوية ترتقاء الرجل. ارفع الرجل. الطبيعي بتاعي. في الرجالة لحد ثمانين درجة. في السيدات ممكن تجيب تسعين درجة. طب لما تلاقي الدرجة دي بتقل. بقت خمسة وعشرين درجة. بقت عشرين درجة. بقت خمسشار درجة. بقت اربعين درجة. يبقى في حاجة منع من العصب بيبقى ماشي بحريته. ده اللي احنا بنسابيل الانزلاق لغضروف القطني. اهه. ازا الانزلاق لغضروف القطني من من الامراض الشهيرة اللي تحتاج عدم الانتظار لازم على طول ابدأ اتعامل. كل ما هتعمل مبكرا. كل ما يستفيد من تدخلات اقل عدة واقل زي ما يقولون. مينيمال انفاسيف يعني. بالزبط. لان هو كل مشاكل عمود الفقري مش مفروض نهملها. مش مفروض نهمل. لان هي هي مجرد ما بدأت هي هتكمل. ولكن احنا كل ما بنتدخل بدري كل ما بنلحق الموضوع الموضوع ما بيكبرش مننا. ده وارتنا يا فندي مش رابتنا. ضيفي العزيزي دكتور محمد صديقي ودي استاذ جراحات المخوى الاعصاب والجراحات العمود الفقري والانزالك وغضروفي. الاستاذ بكل الطب بجمعة القاهرة. ضيفي العزيز. صبعا صاحب البع الكبير والجراحة الرائع في هذا المجال كان ضيفي في واحدة من ارقى حلقتنا على الاطلاق واثرها تنوعا في عالم جراحات العمود الفقري. بورتنا بيش. شكرا دكتور.